هني المنتخب المغربي الفتيان. المنتخب المغربي الاقل من 17 عام اللي مشارك في كاس العالم. اليوم كيت اهل دور ربوع. التاريخ مرة واحدة اخرى. منتخب صغير قل من 17 عام ولكن بطموحات كبيرة. اليوم المنتخب قدر يربح ايران بالبيلانتيات. في هذا الفيديو هذا ماسيش نو بتطبط على المنتخب واشنو دار والفوز التاريخي ولا الانتصار التاريخي. ولكن نجي ندوع الميصاجات اللي وصلهم لنا هاد المنتخب اللي العمر ديله بقي صغير. ميصاجات اللي بصحنيش قوية. ويمكن اللي واحد يستفد منها في الحياة ديله الشخصية وللحياة ديله المهنية. هاد المنتخب كان في مجموعة اه اللي هيش قدروا نقولوا ما بين وبين كانت صعيبة. ما يقدر يدوز هو اللي هو في هذه المجموعة. المنتخب الايراني اللي لعبنا معاه اليوم اه ربح البرازيل بتلاتة الجوج وخسره مع يعني انجليز بواحد الزيرو وربح الفرقة اللي كانت معاهم للمنتخب تالت اللي كان معاهم ما بقيتش حقل على اسمية ديله بخمسة لزيرو. يعني منتخب اللي بصحنيش يعني ربح البرازيل وضارب يعني ربح جماتشات ديله ربح بخمسة لزيرو يعني فرق اهداف لي هو كبير. بغا تشك في راسك. غاديش قول بأنه راه ما تصعيب. يعني المنتخب اه ديانا يعني داز وخداز اللي في القروب ودك شي ولكن راح طايح مع فرقة. اللي بصحنيت صيبة. يعني تشوفوش غادي تزطط معها او للا. بلا من هضروه على الأفير ديل بأن المنتخب الايراني كانت قل في اللي بأن الاعمار ديالهم يعني كبير من العمار ديالهم. نظر على الهرمونات عندهم شماكين في ايران يعني كبيرهم كبير. يعني اللعاب مثلا كتلقى عنده 16 عام 15 عام. عنده اللحية اللي يقدر يحسنها. جزء المراج في النهار. طرابور مثلا الواحد مغربي اللي ما كيدر اللحية ولا كيدر الموستاج حتى كيدر 30 35 عام. يعني كيبانو بأنهم كبار شوية فلاج. ولكن تبين بأن الفي فرقة ممكن شلاش غلط فضل بلانة هادا. كيدروا ديجا ديالتس ديال لدين. وتبين بأنهم البنية ديالهم الجسمانية هي كبيرة. كل منتخب ديالنا بقي منتخب ليه هو صغير. بنية ليه هي صغيرة ولكن طموح والارادة والعزيمة كبيرة بزيف. ماشي بزيف ديالناس ولا بزيف ديال المغاربة اللي تفرجوا اليوم في الماتش. لحقاش الماتش كان ملعوب مع الوحدة. وكان عرفوا اليوم نهار ثلاثة بنادم الختم. يعني صعيب باش تقدر تفرج في الماتش. أبطار اللي شفشي شي لقاطات. ولا شفشي في لقيتها ديال البوز ديالك مابيه الوحدة والجوج. أنا حاولت متفرج غير في الميطات تانية بحكم الخدمة. وشفت لقاطات ديال الماتش. يعني اللقاطات المهمة اللي في الماتش. المغرب ميطة اللولة مكانش. ما كيف ما كالقولو ما جيناش. ايران كانت شد الكورة. ايران كانت ضغط على المنتخب. وبزاف ديال المحاولات اللي زقنوها من الايرانيين في الميطات اللولة. ولكن في الميطات التانية بحلك تقول حياتي منتخب. وشبش منتخب واحد آخر. دراري دخلوا بوحد الارادة بوحد العزيمة ديالك لعبة ديال قتلو الماتش. يضربوا اللول ونزيدوا التاني والثالث. المهم خسنا نقتلو الماتش وخسنا ربحهم. لماذا لحقك الاسرانيين في اللي كانت عندهم تقيقة؟ هذك التي قلت للمنتخب المغربي هل يحرسوا التقيقة للاحقك الاسرانيين بدلاههم جهود لهو كبير. المبيطات التانية دخلوا بحلعياو بحلصفو. وال المنتخب دينا ضغط على الايرانيين بزف. وليك يرجع التي قلتها في المريطة اللولة والمنتخب الايراني فقد التي قلت عنده في الميطة اللولة. يقول لنا ضغطين. حتى غادي تجي واحد لوكازة ونوقعها في دقيقة سبعين. غايتصيد في المونتخة المغربي. وغايتماركي على البيت اللول غايتماركي ولي ايرانيين. تخيل معاك تماركي على البيت في دقيقة سبعين ودقيقة خمسة وسبعين. وفي هذا كلاج ديال 16 عام 15 عام. راد غايت قدرت تحبط. را كيفما يقولو في هذا السن ديال المراهقة. يعني اي حاجة الواحد بقي العقل وراكنت غا غاد الريا. كيفما يقولو في كنت في الوقيتة ديال ليسي. ارى غاد الريا تخاصمك معاك. يا رب لك المورال. انا كنت ارى ذاك الوقت. هاد الوقت. هاد الوقت هاد الله علم. مهم كنت ارى لسين ديال المراهقة. تخاصم شي غير مع لكوبين ديال كيفما يقولو. صاحبتيك في ذاك الوقيتة. المورال كن كيمشي. على بشخيل معايا ديجون. اللي هما في في سين المراهقة. غايتماركي على اليوم بيتش في تقاقة خمسة وسبعين. ولا تقاقة سبعين. يعني بقاش واحد كنز مينوطة ولا فان مينوطة وسالي الماتش. بصح نيت. المورال غايتهرس. سير شون تلك تيضاغط. في الخرط تقلباتي عليك. هنا شفناه منتخب واحد اخر. منتخب المغربي ماربع شيد دي. كان دي شانجمو اللي ديالهم المدرية بشيبة. واللي اعطاوا الاوكل ديالهم. لحقاش من المورال دخل واحد دري. انا مقاش حقل صراحة على اسميات ديالهم. ما نشوف دخل واحد دري. اللي فكرني صراحة في في نصيري. الان اخي كده بسميته ابو دلال. وقيل ابو دلال. فاجد خل اه ابو دلال. يعني في في الميطة التانية. دريلي اول البنية ديالهم مطويل واحد شوية. زقل بعد الكورة الليولة. جا شوف راس تزقلات. وبزاف دي الكورة غادي جوه من البعد. في الدقيقة بالضبط لحقاش ولينا كنشوف المنتخب ديالنا هاجم باللعابة كاملين. كيطلع باللعابة كاملين. كيرجع كده فون دي باللعابة كاملين. شفنا دقيقة وقال 93. لا ربا تكنزاد 11 دقيقة في الميطة التانية. دقيقة 93 غادي الماركة والبيت ديالتا عادو. ووخة ماركين اللي بيت ديالتا عادو المنتخب بقى عازم على اساس انه ينتصر. ويسلني الماتش في الوقت دياله. في الوقت دياله يعني الوقت ديال المقابلة ما يمشيش معهم حتى البيلانتيات. لحقاش كالعرفوا بان ما كنينش اشواط اضافية. كيدوزو ديريكتمو البيلانتيات. وهدا ما يصاج وحد اخر. يعني في الحياة ديالك منتق اللي كتجرب واحد الحاجة اللولة كتشفش الفاولة ما كتصدقش ليك. كتقول صافي انا ما عندي ازهر. ولا انا رأى عمري ما غالي نجح. لا صاحبي. حاول حاول حاول. حاول المرة اللولة والمرة التانية. يلا درتي خطوة القدام. تقدرش كون بقى نقصك غير نسخ خطوة باش توصل له بجيكشيف ديالك. مش ندير انا خطوة القدام. الى ما صدقاتش الربع يدي ويقول انا رأى ما كنعرفش. ولا انا رأى ما عندي ازهر. ولا انا رأى ما عمري غاد يلوصل. بالعكس. خاصة تكون عندك العزيمة قوية. تكون عندك الارادة. تشيق في اللي خلقك. وتشيق فراسك. شي الى ما غديش تشيق فراسك. رأى بلا ما تحاول اصلا. اذيك خطوة اللولة بلا ما تدير. وكيف ما اكتلكم هادو درية صغار. بقين دي جون. ولد 17 عام. ولد 16 عام. ولكن العزيمة اللي كانش عندهم والارادة ما شاء الله. هادي نقطة ما بين بزاف ديالنوقات. نقطة وحدة اخرى واللي غاد يرجع لها المجار الرياضي. يعني هضروه الـ ولي عجبتني بزاف هو القول. القول طه. حارس المرمى. نيفو. سلام. تخيل معاه في البلانتيات. غالما ركيو احنايا البلانتي اللول غاي ماركيو ايران البلانتي اللول. غالما ركيو البلانتي التاني. غيزقلوا ايران البلانتي التاني. اتسقلurg يقولون ربيت للفارب. ليش عودوا. هلاش لحقاش القول الخرج من الخط قبل ما تبك اكورة. عودوا البلانتي. 08454550ということで. غديجب دهب غدي ربليه يفكر شو? غادي تزوق. غايتعود البيلانشي. وغير يحبسو طاها. را كلا هدرو على دراري صغار اه. قال الناس اللي كيشوفوه الفيديو كلا هدرو على دراري صغار. را ماشي على دراري اللي ومكبار اللي كي يقولو هادا راه ماتشو غايفاكسيني عارفة شنو كيدير. دراري في سين المورا هاقا. تخيل معي. قلتي بحبسي البيلانشي وما حسبوش لك الاربيت. قال لك الاربيت غايتعود البيلانشي. وما القريصة البيلانشي التاني. حتى وجبته. شيء العزيمة. شيء الارادة. ما تحبطش. ما لاشاش. ما قالش اللارة على الاربيت مشرك. ولا راه الماتش من بيوع. دك شيء اللي حكم بيه الاربيت. احنا غادي يمشيو عليه. اصلا دك شالاش مديوه الاربيت. جبد البيلانشي التاني. جاق غادي اللعبو حنا يا كورا وماركينا البيلانشي. تالت شبون صلو مع الطرابة. ماركينا باش عجبتني واحد اللي قطغ. اللي غايب باكي البيلانشي. يعني زع ما دي الرباح. قال لهم بلاش. ما الفرحوش حنا يا دابة. نشوفو الاربيت اجنو غادي يقول. حقاش الاربيت بكل ساعة. الاربيت كل ساعة كيوقف في البيلانشي ويقول لك عود. شوفو الاربيت اجنو غادي يقول. عالو باش دك ساعة اللعبو ببيلانشي. الاربيت قال لهم ببيلانشي يا رام حسوب. عالو باش المغاربة مشو فرحو. بصرح نت النفسي اللي كنشوفو عند داد اللعاب هادو راه هم اللي قدروا نشوفوهو في الفين وثلاثين في كاس العالم. اللعاب اللي عندو ده بس تصر عام. يلا زنع لها ما شانا واحد سبع سنين من ال الفين وثلاثين. راه غادي ديزناف ولا ال او 20 كنك العارفو المنتخب ال اولمبي. ومرأة مرة كنتفرجو فيه. ولمنتخب أه. منتخب ديال الكبر. دبرو اللي نكنتفرجوه في ال او 20 في ال او 10 في ال او 6 في الفوتبول في ميني. يعطي العيلات اللي نكنتشوفوهو ماركشوشنو دارو في كاس افراقية وتفرجنا فيهم في كاس العالم امنات لعب مؤخرا. شي دايز دارو نكال ال او سينك ولا ال او سيس. هادوك المنتخب ديال درالي اللي بقنا لا يدروا ليكوش. سوف يتفرجوا فيه. لحقا الشي فاش كتكون واحد الحاجة طورات ولا تقدمات. كتولي عندها وكيولي والناس انترسي لها. الله مسمحوا لي على هذه الكلمات بالفرنسي. هذا شي اللي يجب الله. اخوان كنت من المنتخب دي ال او دي ساب. وصل الابعد ماذا علاش للول وصله الفينال وانتي و هذه الكاس هذي. وانت منها والمنتخب الكبير اللي غير يلعب اليوم مع تانسانيا. ان شاء الله يربح ماتش ديلول فات الاقصائية. تليكة اهلكاس العالم الفين وستو عشرين. الفيديو دي الناس سهلو. اتلقوا في فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله.